اليوم حديثنا هنا من التلفزيون الأردني من عمان الحبيبة والسقيقة نتحدث في موضوع غاية في الأهمية وهو تمكين الشباب وتمكين الشباب في العمل السياسي مهم جدا ليس فقط الشباب ولكن أيضا المرأة هذا يبلور الفكرة والرؤى والأفكار من أجل التنمية والتعمير وبناء مستقبل وخطوات تكون واعدة خصوصا لما يكون الشباب دائما في مكان القيادة أو هو أيضا من يدير كثير من العملية السياسية أعتقد يكون له دائما رؤية مستقبلية حديثنا اليوم في هذه الحلقة من بيت للكل مع معالي الوزير الذي نرحب به وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأستاذ حديثة لخريشة مساء الخير يا فندم مساء الخير يا ستي وأهله سأل فيكم والاسم نطقه تمام تمام أهلا بحضر أهلا بك معاليك معاليك الآن يمكن وكنا منحكي لشافكي بأن الأردن الآن عم بحضر من فترة طويلة يعني إحنا على أبواب انتخابات لاستحقاقات دستورية وأيضا عبارة عن إحنا دائما منسميه في الأردن عرص ديمقراطي يعني من مارس حقنا في الديمقراطية في هذا الموضوع معاليك هذه الوزارة معنية بشكل كبير جدا في هذه الانتخابات وللأردن باع طويل في التجربة البرلمانية والتجربة الديمقراطية والأردن يعني لدينا تعبئة سياسية واضحة جدا في هذا الموضوع كيف عملتم على موضوع التحبئة السياسية للمرأة والشباب للتهيئة للانتخابات؟ شكرا لكم بداية على هذه الاستضافة نرحب بكل الأشقاء العرب في عمان عبر التلفزيونات العربية نوجه تحياتنا إلى أشقائنا العرب في كل مكان الحقيقة نحن فيما يتعلق بالعمل السياسي في الأردن الأردن دولة منذ أن نشأت كما تعلموني نشأت على النهج الديمقراطي المواطنين الأردنيين هم من يديروا شؤونهم العامة منذ قيام وتأسيس الدولة الأردنية في عشرين نيات القرن الماضي نحن الحمد لله في الأردن النهج الديمقراطي لم ينقطع عبر كل مسيرة الدولة الأردنية هذا الشيء نفتخر فيه لدينا الحمد لله القيادة الحكيمة التي دائما ما كانت تتطلع إلى مواكبة العصر في مختلف المجالات جلالة الملك في بداية المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية في عام 2021 أطلق مسارات التحديث الثلاث التحديث السياسي والاقتصادي والإداري دعيني درسمحتي أتحدث عن مجال التحديث السياسي جلالة الملك في ذلك الوقت منذ ثلاث سنوات شكل لجنة ملكية من مختلف القوى السياسية الأردنية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مثلت كل التيارات السياسية وأيضا مختلف مكونات المجتمع الأردني لجنة كان عددها فوق 90 شخص وطلب منها أن تطلع بتوصيات لقوانين ناظم العمل السياسي تواكب العصر وكان هناك تركيز على أن يكون في دور رئيسي للشباب والمرأة في العمل العام بطبيعة الحال ترجمت هذه التوجهات من خلال اجتماعات هذه اللجنة بأنه الحمد لله صدر لدينا قانونين جديدين للأحزاب وللانتخابات لمجلس النوات فيما يتعلق بالشباب والمرأة في هذه التوصيات وهذه القوانين الجديدة تم تخفيض سن الترشح إلى عمر 25 سنة نحن نأمل إن شاء الله أنه في الانتخابات المقبلة التي ستجري في عشر تسعة من الشهر القادم عشر إيلول سبتمبر إن شاء الله سيكون لدينا نواب من فئة الشباب فئة الشباب هي ما بين عمر 25 إلى 35 أيضا فيما يتعلق بالمرأة نحن لدينا نظامين انتخابيين في الأردن لدينا دائرة على مستوى الأردن مخصصة للأحزاب السياسية لها 41 مقعد تشكل نسبة 30% من مجلس النواب عدد مجلس النواب أننا بالأردن في الانتخابات القادمة سيكون 138 نائب منها 41 مقعد ستكون على مستوى كل الدولة كل مناطق المملكة تخاض الانتخابات على مستوى هذه الدائرة بنظام القائمة النسبية المغلقة وأيضا لدينا 97 مقعد هي للدوائر المحلية وهي محافظات مختلفة كلها لها تمثيل محلي بهذه المحافظات دعم المرأة جاء من خلال أنه في الدوائر المحلية المملكة قسمت إلى 18 دائرة انتخابية في كل دائرة انتخابية بالحد الأدنى سيكون هناك امرأة في مجلس النواب ولما نحن نحكي 18 من 97 تشكل نسبة 20% وهذا سيكون الحد الأدنى من المرأة في مستوى الدوائر المحلية في مستوى الدائرة العامة أيضا أشترط كونه نظام الانتخابي النسبية المغلقة سيكون أو اشترط أنه يكون من ضمن أول ثلاثة أسماء بالحد الأدنى امرأة ومن ثاني ثلاثة أسماء بالحد الأدنى امرأة ومن ضمن أول خمس أسماء بالحد الأدنى شاب فنحن إن شاء الله متأكدون أنه سيكون هناك تمثيل ملفت ومريح ومطمئن للشباب والمرأة في مجلس النواب هذا الهدف منه كله والرؤية جلالة الملك في موضوع التطوير والتحديث لمنظمة العمل السياسي هو دائما جلالة الملك دائما يدعو إلى توسعة قاعدة اتخاذ القرار هذه التوسعة قاعدة اتخاذ القرار في فئتين نريد لهم بالأردن أن يكون لهم مشاركة فاعلة في صنع القرار والوصول إلى صنع القرار وهما فئة الشراب والمرأة اللي إن شاء الله سنشهد لهم تمثيل واضح في مجلس النواب القادم